شكرا معاليا سفيرة والان في نهاية هذه الجلسة نترك التعقيب للسيد الرئيس عبدالفتاح السيسي سيادة الرئيس لو كان لحضرتك اي تعقيب بسم الله الرحمن الرحيم خليني اهنيت من كل قلبي على النموذج اللي انتم اشتغلتم عليه فيما يخص محاكاة لموضوع من اهم الموضوعات اللي دايما بيتم استخدامها او بيتم التعامل معها او بيتم الترويج لها على انها يعني موضوع متطور وراخ جدا مرتبط بحقوق الانسان وخاصة في قضية كانت كاشفة قضية الكوفيد 19 والاجراءات اللي صحبتها وقديه كانت لانها كانت على مستوى العالم فما كانش فيه فرصة اللي الدول ان هي تقدر يعني تقدر تتعامل معها الا في اطار اجراءات كانت اتصور ان الدول الغربية بالقيود اللي فردتها كانت اول نقطة من النقاط اللي يمكن بعضها كان ضد مبادئ ومفاهيم هم متصورينها على سبيل المثال زي حرية التنقل وحرية التطعيم او كلام من هذا القبيل طب مهل اقتلت المصلحة المصلحة العليا للعالم كله وللدول دي ان هي تاخد اجراءات وقيود كان الهدف منها حماية العالم كله وحماية الدولة الوطنية في هذه الدولة اتصور ان هذا الامر في حد ذاته يعني القى الضوء على ان اقتصار موضوع حقوق الانسان في حرية التعبير فقط والممارسة السياسية وانه اهمية ان هو يمكن دا كان الجيل الاول والجيل التاني كان الاقتصادي والاجتماعي واحنا هنا في مصر ومنقولش دا عشان يعني نشير ان احنا كدولة حرصين على الموضوع دوت احنا بنحرصين على موضوع حقوق الانسان من منظور من منظور فكري معتقدات احنا بنمارسها لما بيجي نتكلم زي يعني ما تم تناوله حتى من يعني شبابنا اللي اتكلم في الموضوع او من سيدة السفيرة مشيرة خطاب على موضوع عدم التمييز وعملية التمييز على اساس ديني او اي اساس اخر حتى الكلام دا احنا ما عملناهوش تحت ضغط من حد احنا عملناه في ضوء معتقدات وافكرنا ان احنا بنقول فيها ان التنوع والاختلاف دا امر احنا بنقوله امر سنة من السنة الكونية يعني الاختلاف والتنوع بين الناس في اللغة وفي اللون وفي الشكل واحدة اخشى اخشى ان احنا يكون دا شكل من الاشكال الاستعلاق الاستعلاق بالقدرة الاستعلاق بالامكانيات الاستعلاق حتى بالممارسة لابد يبقى فيه تنوع واختلاف بين الدول وبعضها البعض دا مش انا اللي بقول كده مش انا بقول كده عشان بحاول اروج لحاجة او ادافع عن حاجة لا انا بتكلم دي دا الواقع اللي الدنيا كلها موجودة فيه النقطة التانية اللي عايز اتكلم فيها هنا وكانت برضو من النقاط المهمة موضوع اللي طرحته السيدة المشيرة ان سفيرة خطاب ان احنا نحط مع التوصياتنا اللي ممكن نبعتها او هتبعتوها للامر المتحدة ان لما حصل التطور والتطور دا كان كاشف انا بكلم على الاوبئة هنا وده كان كاشف وانه ده مهم ان يتحط جزء او بند من بنود هو الانسان اللي هو مجابهة الاوبئة والامراض الخطيرة وايضا الزيادة السكانية والسيطرة عليها وانا هتكلم في النقطة دي على انها قد ايه بتمثل تحدي لكتير من الدول كتير من الدول اللي موجودة يمكن او الدول الغربية بالتحديد النموء السكاني بتاعها متوقف او ثابت على مدى يمكن تلاتين اربعين سنة يعني بنيته الصحية ما كانتش محتاجة دعم بنيته الصحية لان هو كان عدد سكانه مثلا في اي دولة من غير ما نسكر اسماء كانت اربعين او خمسين مليون يبقى البنية الصحية اللي موجودة على مدى التلاتين او اربعين سنة اللي فاته ما كانتش محتاجة تعزيز او تطوير طب تصوروا دولة زي مصر دولة زي مصر لو بنتكلم على اتنين واثنين واثنين ونص مليون زيادة سنوية انا لما اجي عز البنية الصحية لمصر ده كل سنة محتاج او ضيف تعزيز مش بنية صحية بس لا حتى البنية التعليمية اللي هو المدارس والجامعات ده امر يتحط في الاعتبار انه ده تحدي من التحديات لان انا لو انا مقدمتش تعزيز للعملية الصحية في مصر تتناسب مع الانسان اللي عندي طب انا كده اثرت كدولة في حق من حق الانسان في العلاج الصحي الجيد او التعليم الجيد انا عايز اقول انه ده تحدي طب هل انه هاس او لما بيتم تناول حق اخوي الانسان في مصر انا حقبل اي شكل من اشكال يعني التناول لما يعني لأوضاعنا في مصر لكن ايضا ان يكون التناول تناول متكامل تناول شامل دي قضايا موجودة عندنا هو النهاردة لما يكون عندي انسان يعني اتنين مليون ونص كل سنة هو انا مش محتاج ان انا اشغالهم ويقضيهم فرص عمله وده مش من حقه كانسان ان هو يشتغل ويعيش ولا مش من حقه طب انا اعمل ده ازاي وعشان كده انا اتفق وبأكد وداعم تماما لفكرة ان النقطة دي تبقى احد نقاط هو الانسان عشان نستبقى عارفة انها بتمثل تحديات لدول زي دولنا فدي نقطة انا بس كنت عايز اتكلم فيها كمان وعايز اقولكو على حاجة احنا لما جاءت الجائحة جاءت ضربة العالم كله احنا في مصر رصدنا 100 مليار جنيه في دولة يعني زوفة الاقتصادية مش قوية السياحة في مصر اتضربت بشكل كامل وده اقطاع كبير جدا بيدر اكتر من 14-15 مليار دولار القطاع النقل حتى في قناة السويس تأثر بشكل كبير حركة النقل في مصر او حركة نقل في العالم كله اتأثرت وده قطاع كن برده بيدر اموال لنا واتأثرت ما بيها تأثر كبيرا لكن ده ممانعناش في اطار ان احنا الحفاظ على حقوق شعبنا وزي ما اتقال كده ان ده ما حصلش فيه تمييز بينه وما بين الموجودين عندنا الناس اللي هما احنا بنقولش عليهم لاجئين بالمناسبة لديوفنا اللي موجودين هنا شبابنا احنا بنقولش عليهم لاجئين وهذا اقول لكم على حاجة طب ما هو التناول هو حق الهجرة حق من حول الانسان احنا في مصر نتكلم على ستة مليون انسان جم نتيجة الصراعات اللي موجودة بعضها يعني نتيجة الصراعات اللي موجودة او محدودية القدرات وحجم الفقر اللي موجود في دول قريبة مننا لما نعناهم ولا قعدناهم في مخيمات انا بتكلم على رقم كبير قوي مش بتكلم على خمس تلاف ولا عشر تلاف يعني اصدقاءنا في اوروبا بيرفوض ان هم يستقبلوهم انا بتكلم على ستة مليون انسان ستة مليون انسان موجودين هنا مش موجودين في معسكرات مفيش معسكرات لاجئين في مصر خالص الناس المدموجين في مجتمعنا بيشتغلوا بيأكلوا بيشربوا بيتعلموا بيتعالجوا يمكن تكون قدراتنا مش متقدمة قوي وامكانياتنا تكون مش متقدمة قوي زي الدول الغنية لكن على الاقل احنا يعني تم اتاحة ما لدينا لهم من غير كلام كتير من غير كلام كتير وما سمحناش لنفسنا ان احنا نبقى معبر لهم يعبروا فيه الى المجهول ويلقوا مصير قاسي جدا في البحر المنطقة المتوسط أثناء هجرتهم لأوروبا ما عملناش ده مش هذا اطيل عليكم أنا سعيد بنتم تناول هذا الموضوع المهم وأيضا ربطه بموضوع زي موضوع الجائحة جاحت كوفيد وتأثيرها وقد ايجي زي ما بقول كده الموضوع بتاع الجائحة كان كاشف وأيضا موضوع الهجرة وتعامل الدول معاه هو أيضا كاشف كاشف لفكرة مفهوم وممارسة حقوق الإنسان يا طرق حتستقبلوا الناس اللي هي ما عندهاش فرصة ديت ولا بتحافظوا على مجتمعاتكم وبتحافظوا على مكتسباتكم وبتحافظوا على قدراتكم الاقتصادية مش مستعدين تدوا لحد احنا هنا ما عملناش كده احنا هنا في مصر ما عملناش كده احنا رغم ظروفنا الاقتصادية الصعبة استقبلنا بطواضع كل من لجأ الى مصر خلال السنوات الاخيرة ديت يبقى كلب واحدة مهمة تنتبهوا لها ان مش عارف ان النقطة اللي انا حقولها دي يمكن حطا يعني انها تتم ذكرها او لا في موضوع حول الإنسان يا جماعة يعني اللي بيعمل سرعات في الدول تؤدي الى خربها ده ما اعتبرش ده امر اللي نابد ان احنا نحط في الاعتبار ان الدول اللي بتسعى الى تخريب الدول الاخرى من خلال التقامر وامور اخرى هل ده ما اعتبرش هو النهاردة اللي حصل في الدول اللي موجودة حولين مننا هو فيه حد نجي في دولنا الموجودة دي غير مصر فيه في منطقتنا العربية دولة نجت من الخراب غير مصر مش عايز اقول اسماء الدول عشان بطبيعة الحال مش عايز يعني اعمل ايلام للدول اللي بتعاني من كده لكن اكيد كلنا عارفين الخريطة بتاعت منطقتنا هنا وحالة الخراب والدمار اللي موجودة فيها ومعسكرات اللاجئين اللي فيها ملايين البشر بقالهم عشر سنين موجودين دلوقتي يا ترى يا ترى حقوق المواطنين مش بس حقوق المواطنين النتاج الاستمرار في المعسكر اللي اللاجئين عشر سنين يعني الطفل اللي كان عنده سبع سنين بقى عنده سبعة عشر والبنت او الفتاة اللي كان عندها ثمان سنين بقى عندها ثمانتاشر سنة موجودة فين؟ موجودة في المعسكر انا بتكلم على ملايين بتكلم على ملايين مش بتكلم على عشر تلاف او مئة الف موجود في دول فيها اتنين مليون وثلاثة مليون اللاجئ غلوة غير اللاجئين اللي موجودين داخل المعسكرات الداخلية للدول ديت اللي قام بالعمل على هدم الدول ديت ها هو مش دابل نحق من حقوق الانسان ان احنا لا نتدخل في شؤون الدول حتى نخربها ونسيب المواطنين البساط يعانوا في ليبيا، في سوريا، في اليمن، في الصومال، في العراق مش عايز اتكلم على دول تانية ومصر كانت هتبقى من الدول ديت مصر كانت هتبقى من الدول دولة فيها مئة مليون كانت معراضة للخراب والضمار المفروض ان يعني حد زي في الوظيفة ديت ما يتكلمش كده عشان يعني لكن لا لازم نكون كشباب ينظر اي من اي دولة في العالم ان هو ينتبه وينتبه انه يبقى دايما عنده العقلية النقدية لما يتم طرحه اسمع وشوف ويفرز بعقلك شوفوا العالم اللي احنا حولا منه اللي انا بتكلم عليه ده بقى فين؟ ليه؟ الدول دي اللي بتكلم عليها حجم الدرر والخراب وحوق الانسان اللي استهلكت فيها قد ايه؟ ليه؟ اخشى ان يكون التنافس السياسي والمصالح بتؤثر كتير جدا جدا على على الاجراءات اللي بيتموا وبالتالي يتروح فيها دول في الرجلين ويضيع شعوبها وتتخرب البلاد ديت ويبقى ملايش مستقبل لخمسين ومئة سنة قادمين فانا بشكركم جميعا حتى اللي قام بالمساهمة وقام بالهجوم على مصر بمنتهى الشد انا بشكركم صحيح انا حسيت ان الخطب قاسي جدا لكن لكن صدقوني الواقع اللي موجود في مصر مش بقولوا كده انا بقولكم كشباب هتسافروا من هنا اللي مش موجودين معانا في مصر الواقع اللي في مصر مش كده خالص وبالتالي ده شكل من اشكال الاساءة بقصد او بدن قصد للدولة المصرية شكرا جزيلا شكرا سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي شكرا للسادة الحضور وايضا شكرا للشباب المشارك في نموذج محاكات مجلس حقوق الانسان آملين ان تظل دائما مصر مهدا لشباب العالم دمنا مجتمعين ومؤثرين ودمنا مبدعين شكرا اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة